اشتركوا في القناة معناتها انه كل يوم بيومه بيكون تاخدوه مثل ما هو ولما انا حكيت عنها شي بالابراج الشهرية ولازم تسمعوا الابراج الشهرية ولما يكون فيه عنكن فترة حظ لازم تعجله وتستفيده منه ولما بيكون فيه نهار صعب لازم تتخبه لازم تزيحه من الدرب خلونا نشوف هالأسبوع كيف بده يكون مثلا هلأ تفاصيل كل يوم بيومه بتلقوه بالابراج اليومية الابراج الأسبوعي هي فقط لتحديد نوعية الوقت لهذا الأسبوع التانين نهار مقصوم إلى قسمين النصف الأول منه أفضل من النصف الثاني منه تحديدا التانين حتى الساعة وحدة وعشرة الظهر توقيت بيروت الصيفي يعني عشرة وعشرة توقيت العالمي هاي الفترة لا بأس بها الشغل عمد عنكن والنظر تعب مثل السابت والأحد اللي ما رأوه ركض تعب هالكنين مع بتلحقه بتحسوا حتى بتعب صحي يمكن جسدي تعبته تستنفذ طاقتكن التانين الساعة وحدة وعشرة الظهر بيوصل أما لمرشددلو وهون بتدخلوا بفترة بعض أصعب وملبكة أكتر وقد تهدد استقرار علاقة علاقة مهمة أو علاقة عاطفية أو علاقة أنتوا تعتبروها متقلبة فالعلاقات المتقلبة قد تتعرض إلى مهبات ومطبات صعبة كتير ويمكن حتى تخسروا علاقة صداقة أو معرفة لأحد الأشخاص ففترة دقيقة بتكن تنتبهوا من المشاكل المشكل قد يتأزم بعتبره أسوأ فترة بهذا الأسبوع برشعب كرر توقيت بيروت الصيفي من الوحدة وعشرة الظهر يوم الاثنين ستة تموز حتى مساء الأربعة تسعة وربع مساء توقيت بيروت أسوأ فترة بهذا الأسبوع بينتقل من بعد الأمر يعني تسعة وربع المساء الأربعة بينتقل الأمر لبش الحوت وبتخف بتبلش تخف العاصفة بتختفي تقريبا تختفي كليا مش كليا لكن بتخف حدتها بشكل كتير كبير وبطلت عاصفة بتخف صار فيه مجال لا توقفوا على إجريكن لحتى ترجعوا تقوموا وتواجهوا الأمور لحتى تعجلوا وتاخدوا موعيدكن ولحتى ترجعوا وتزبطوا وتردوا المياه لمجرها الطبيعي سواء اختلفتوا مع حدا بالشغل سواء أخطأتوا حان الوقت لتتكيفوا مع الخطأ ومع الأمر الواقع وفيه مجال لا ينحكى وصار فيه مجال لحتى نوعا ما تطلبوا مساعدة لازم تطلبوا مساعدة بيستمر هيدا الجو المرن الديبلوماسي يعني انتوا هون بتكونوا بمثابة أشخاص شوية تلينين هم لكن عم بتحاولوا ولحتى تزبط محاولتكن بتكونوا كتير مرنين وديبلوماسيك هيدا الجو بيضل معكن حتى تمام الساعة تمانية وعشرة صباح السبت توقيت بيروت فترة مناء أشياء وبيمشي الحال هلا السبت ساعة تمانية وعشرة صباحا توقيت بيروت يعني خمسة وعشرة توقيت العالمي تتغير الظروف لصالحكن بيفرح مولو برشل الأسد تتغير الظروف لصالحكن بيصير فيه نوعا من اشراقة حلوة عنكن وكأنه هالغيمة اختفت كليا وصارت شمسكن ساطعة ترتاحه كتير نسبية مقارنة مع كل الأسبوع ويمكن حتى مع الأسبوع اللي مرأة ترتاحه بشكل كتير كبير هناك نجاح هناك أمل بالتقدم وبيبقى كمان كل السبت وكل يوم الأحد وهي الفترة الأفضل لحتى تحسموا أموركن ولحتى تاخدوا مبادرة لا تقرروا على شيء ما ها هي أجمل فترة بهالأسبوع مساء بالسبت والأحد الموليد اللي عندها طاقة كبيرة وإيجابية ومهمة جدا أكثر من غيرها هي موليد ثمانية وعشرين لواحد وثلاثين تموث يوليو بدي أتمنى لكم أسبوع حلو على أمل اللقاء مع الأبراج اليومية والشهرية ودعكن بي بي